حذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة ومخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الدعي إلى وقف إطلاق النار ومن التراخي في متابعة تنفيذه وطلبت الخارجية الفلسطينية في بيان الخميس مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار ومتابعته بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع بشكل مستدام برا وجوا وبحرا كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصل على الشعب الفلسطيني مستغلا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته وفق تعبيرها مستغلا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته وضمان 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 تنفيذ قراراته وض